موقع جديد من مواقع الذكاء الاصطناعي هذا الموقع هو موقع ديب اي اي هذا الموقع اللي فيه كل حاجة تقدر ان انت تنشئ نص تقدر ان انت تنشئ صورة تقدر ان انت تنشئ فيديو تقدر ان انت تنشئ ميوزيك وكمان فيه فويس شات وستوديو جبلي الناس كتير بتنشئ صور حاليا باستخدام شات جي بي تي فور او والنهاردة انا هكلمك عن كل ده من خلال موقع ديب اي اي ومن خلال الخطة المجانية بما ان احنا بنركز دايما فيه قناتنا على الخطة المجانية يلا بينا نروح لموقع ديب اي اي من الرابط الموجود في الوصفة اسفل الفيديو ونشوف هذا الموقع ما تروحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية ورجعت لكم مع موقع ديب اي اي هذا الموقع اللي فيه كل حاجة ممكن تنتجها من خلاله وهو الشات او الامج او الفيديو او الميوزيك لو رحنا للشات على سبيل المثال انا بفضل احنا نروح من هنا للاي اي شات وهنا بيقولك ايه الحاجات اللي ممكن انت تستخدم الاي اي شات فيها ممكن تشات ويز اي اي كاركترز ممكن اي اي تيكست جنريتور ماث اي 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 عمل شعر عمل ستوري فريشات جي بي تي شات جي بي تي بداي لشات جي بي تي جي بي تي شات اي اي كوتش اي اي رايتر وغيره من الاسستنت او اي اي اسستنت او اي جنت الموجودة داخل حزاء الاي اي شات بشكل عام هنا لو انا اخترت اي اي رايتر على سبيل المثال هنا ماسيج اي اي رايتر في عندك الستاندر وفي عندك التيربو في عندك الانلاين لايف ويب براوزنج وفي البعض موجود في البرو مش هتعرف تستخدمه فاحنا بنركز على اللي موجود في الخطة المجانية وليكن الستاندر اللي هو بيديك اكريسي وسرعة في نفس الوقت دقة وسرعة لو انت عايز اونلاين لايف ويب براوزنج ممكن ممكن يكون لايف ويب براوزنج ياخد وقت شوية فخلينا في الستاندر وهنا حبتدي ان انا اسأله وقوله قم بكتابة مقالة عن ثير السوشيال ميديا على الانتاجية وكيفية الاستفادة منها وتجنب مخاطرها مثلا مع اعطائي امثلة ممكن اقوله قم بكتابة مقالة احترافية professional وهنا حبتي طبعا ممكن تستخدم الفويس وحبتي يدوس انتر ونشوف سرعيته اولا سرعة بتاعته جيدة زي ما قلتلك ممكن تستخدمه في كتابة المقالات بشكل عام لو انت مش عايز تروح بقى لأي من النمازج الاخرى على مواقع تانية هنا مقدمة وايجابيات وسلبيات والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والامثلة كمان ينفعك جدا في كتابة بوست لو انت امثال مثلا على الاي اي شات تعالى الاي اي اي امج جنريتور هنا في الخطة المجانية create an image from text prompt الصورة قبل كده كانت عجباني وخط الامر بتاعها هاخد هنا امر cinematic logo هبتدي ان انا استخدم ال hd في عندك ال standard وال hd في الخطة المجانية في ال preference quality وال speed هجرب ال quality وهختار choose a sign مش هختار من ال styles لان انا ايليل وفي الامر cinematic انت عندك styles مختلفة ممكن تختار منها وفي كمان فوق الميت styles لو عملت expand حيوديك لهم حارجع مرة تانية مش هختار اي style في choose shape اللي هو ال aspect ratio هختار ده ال aspect ratio وحبتدي اقوله generate وتعالى نشوف النتيجة بتاعته عاملة ازاي خد بالك انا كل ده في الخطة المجانية ده بالنسبة لي ال logo create a cinematic high impact logo single powerful animal such as lion futuristic AI or robotics اعطاني اللوغو بالشكل ده انا شايف انه هو مش بطل فيه كمان edit ممكن اعمله على الصورة ممكن اعمل remove background enhance zoom out expand image لو انا عايزة ولكن ده موجود في ال pro اعتقد enhancement ممكن يعمل enhancement دي ان اقوله edit اعمل enhancement للصورة بدين اعمل download للصورة في الاخر خالص واده شكل الصورة زي ما انتم شايفين اعمل صورة فيها طبيعة خليها HD هقوله quality هنا ممكن اختار ده ال style اللي انا عايزة وقوله generate ممكن كمان نعمل enhance وادوس edit عشان يدين enhancement بالشكل ده هعمل download علشان تشوف full screen الصورة بص جودة الصورة قدي جميلة تعال نشوف مع بعض الفيديو لو رحت دوست على AI video طبعا في اعلانات انا عارف الاعلانات ممكن تكون تدايق لبعض بس لاحظ ان احنا بنستخدم الخطة المجانية فالاعلانات ما تشغلكش خالص كأنك بشايفها عشان تستفيد من الخطة المجانية فيه prompt وفيه image ممكن انا احط نفس الامر بتاع الطبيعة ده عشان اعمل بيديو بدل image واقول له generate بس ظهر عندي قوي مش شايفة وبيستخدم اي موضل ولكن حدوز generate واشوف النتيجة بشكل عام ده الفيديو غريب شوية ولكن ممكن نجرب حاجة تانية وبيبقى عليه watermark dbai هو مدته 2 seconds فممكن نجرب حاجة تانية ممكن ارفع صورة وهنا الصورة هو بيعمل لها على طول generate الفيديو مش بيديني فرصة ان انا اكتب prompt طبعا جودته مش هقاليا خالص في انتاج الفيديوهات ولكن استفيد اعمل gif اعمل فيديو سريع ممكن تستفيد موضوع gif طبعا انت ممكن مثلا تنزلها على community بتاع اليوتيوب هنا انيميت كده لللايت يعني فيش حركة لي الشخص نفسه فم يعني مش ادي كده بصراحة هو في موضوع انتاج الفيديوهات يعني من وجه نظري ممكن نجرب حاجة تانية اي حاجة يكتبها كده ونشوف ابتدي اقوله generate هنا انت ممكن تقالل السرعة يعني playpack speed خلي 0.5 بص لما قللت السرعة يعني الى حد ما مش بطال اوكي حاولت يستفيد من AI فيديو طالما مجاني عندك كمان AI music والAI music مش بيعمل sound effect عن تجربة تعالى نجرب كده sound of storm عصفة حبتدي ان انا ادوز generate beat انا بصراحة مش شايف ان ده sound effect انا شايف ان ده عبورة عن يعني background track يعني في الخلفية كده ممكن مسلا سيلا انت بتعمل محتوى عايز فيه خلفية sound track تقدر ان انت تحصل به بهذا الشكل ولكن مش شايفة sound effect قوي ولكن شايفة جايد جايد للناس اللي عايزة تبعد عن حقوق الملكية وما تبقاش قلقينة وهي بترفع اي محتوى صوتي او background voice او music يبقى فيها مشكلة ممكن تستخدم AI music background track او music background مش sound effect دائما انت شايفين بالنسبة لل voice chat ممكن تعمل call وتستخدم مثلا علشان تتكلم معي تمارس مثلا لغة معينة عايز الانجليش بتاعك يكون افضل في المحاسة ممكن تستخدم voice تعمل call معي في عندك بالنسبة studio جيبلي كل الناس طمع دلوقتي تستخدم هذا trend هنا لو انت رفعت اتمنى يكون موجود في الخطة المجانية هنا تم رفع الصورة هبتدي ادوس generate هنا فعلا نحول الصورة بشكل عام الصورة الاصلية هتظهر قدامك دلوقتي هي الصورة الاصلية ودي الصورة اللي تم تحولها ده بالنسبة الموقع النهاردة هو موقع dpi مش بطول كويس ممكن استفيد منه في الشات ممكن استفيد منه في الامج ممكن استفيد منه في ال gif من الفيديو ممكن ايضا تعمل background track كل ده ممكن تستفيد بجيبلي لو انت حابب تحول الصورة ممكن تستخدمه موقع كويس طالما في الخطة المجانية فمرحبا بي ونضيف الى قائمة المواقع اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد بحاول اقدم لكم كل جديد في ادوات وعالم الذكاء الاصطناعي فياريت تنساش تدعمنا باللايك وشير وكممنت لو كنتم متبين الاعزاء ولو كنتم بتشوفنا الاول مرة وعجبك المحتوى ياريت تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل بكل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته